عارفين بقى لما تبعدين مكسليل ومتعبادين ومش قادرين حتى تجيبوا الرموت المحتوث جمعكم على الكنبة واتنلوا حد يجبه لكم الاكلة دي بتاعة الاوقات الصعبة دي مكارونا سريعة التحذير في 10 دقايق بالضبط والطعم واو حكاية تعالوا بقى نشوف انا حضرتها ازاي مش هتاخد وقته بجدة خطيرة 4 تميات حجمه وسط وبعد كده بقطعهم مكعبات بالشكل ده كده وبجيب فلفلتين رومي وبقطعهم برضو مكعبات وبصلايا برضو مكعبات عندي فلفل الوان بضيف ما عنديش خلاص وجبت كمان مشروم المشروم طبعا ما بيتغسلش لانه عامل زي استفنجة كده بيمتص المياه بس بيبقى فيه كده زي حاجات سودا فدي بتتنظف ازاي بمنديل كده او بقماشة نظيفة وببتدي امسح الكلام ده كله تمام بالشكل انتو شايفينه ده المشروم مش بيتغسل لو اتغسل هيشرب مياه كتير جدا يمتصها وطعمه هيبقى غريب جدا تمام بصوه طبعا المشروم مش دائما متوفر فانا بعمل ايه لما ما بيكونش فيه مشروم بقطع بتنجانة رومي مكعبات صغيرة وبشوحها في معلقة زيت وبعملها معاملة المشروم بالزبط في الخطوات تمام بقطع بقى شرايح بالشكل ده بعد كده حل على النار فيها 3 معالق من الزيت وبنزل بكيس المكارونا يا دوبك تقليبة سريعة كده انا ما بخليهاش تحمر ولا حاجة بس علشان تتغلف بالزيت بالشكل ده كده عشان ما تلزاش بعد كده بقى هنزل بالطماطم والفلفل والبصل وحط كمان معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم علشان تزبط لي كده اللون بتاع الصوس بتاع المكارونا وحط معاهم مكعب من المرأة وبتدي كده قلبهم تقليبة سريعة وبعد كده بقى هضيف رشة من الفلفل ورشة من الملح وكمل كده تقليب كل ده في دقايق ما بياخدش وقت نهائي هنزل بقى بمية مغلية كفاية يعني المية تكون على وش المكارونا ضفت كمان معلقة صغيرة من البابريكا وبعد كده بقى هنزل بالمشروب واستمر كده في التقليب يدوبك كله يختلط ببعضه هنزل برشة كمان من السكر هتسكر لي تعم الصوس ده جدا 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 اغطيها بقى على نار اقل من المتوسطة بس بتبعها يعني خمس دقايق بالضبط وببص عليها كده لقتها محتاجة مية مظيف مية مغلية هنا المكارونا لقتها كويسة مش محتاجة مية تمام بعد كده بقى تقليبة سريعة وهسيبها كمان خمس دقايق هي بتاخد عشر دقايق يعني من تمال لعشر دقايق تحضير ما بتاخدش وقت نهائي بصوا بقى الشكل يا خراشي بجد تجنن ورحتها فضيعة ويعني من غير لحمة ولا فراخ ولا حاجة وزي ما قلتلكم لو ما فيش مشروب ممكن تستخدموا عنه او تزيفوا بدلوا قلب تنجان وهو متقطع ومتشوح بجد اكلة امر وتحفى وشيك جدا يعني انا بسميها المكارونا الجارية اللي هي الارديحي اللي هي بسموها المبكبكة بصوا فعلا تجنن ملهاش حل طعم الصوص ده بقى رهيب شايفين اللون والقوام بتاع الصلصة يعني بجد طعمها زي السكر عارفين كده لما تاكلوا اكل وقولك الله طعمها مسكر قوي مع انها مش حاجة حلويات يعني هي دي طعمها حلو كده وغني ولونها جميل وسريع وما فيش مواعين ومليانة خضار بقى وقيمة غزائية من غير ما ندفع فلوس كتير يعني بجد بالنسبة لي كامل الاوصاف اكلس يومي تنفع لجوء اخر ليل سهلة سريعة ما بتاخدش وقت بتمنى من كل قلبي بانها تنردكم وطبع لو لسه بتشوف الفيديو لحد اللحظة نيه فانا بشكركم جدا عن مشاهدة من كل قلبي وساحتين وهنا وقشاكم على خير الوصفة الجاي شكرا